ومكان يوفر لها بيئة ملائمة لحياتها تحلم أم نشوان المواطنة الغجرية بالهجرة إلى خارج قرية الزهور في أطراف الديوانية كما فعل عدد من أقرانها خلال العقدين الماضية إن هذه القرية التي يقطنها الغجر باتت تشهد عمليات الهجرة للكثير من الغجر وصارت بيوتهم مهجورة بسبب ترد الوضع الاقتصادي والمعيشي لعب الغجر دورا مهما في إغناء الفلكلور العراقي والموروث الشعبي كالرقص والغناء في الحفلات والمناسبات والأعياد ولعل أبرز الأطوار الغنائية التي يمتاز بها الغجر هي البيات والغافلي والسوحلي لكن سطوة بعض المتشددين أنهت موروثهم وثقافتهم وحولتهم إلى أقوام فقيرة يبحثون عن مصادر عيشهم في بيئة باتت بالنسبة لهم مليئة بصعاب كان الفن شوية من تعيش بالعراق فالناس يعني تجي دول مثل في الكلور الرقصات الشعبية في الكلورية مثل ما ديقول رقصة الهجاء غيرها هذا أني سووا هنا الغجر الآن من قلبة الأوضاع ساعد غير شغلة هذه الحالة نظبة يعني معكوبات خشية التغيير الديمغرافي للتركيبة المجتمعية حذرت مفوضية حقوق الإنسان من تصاعد وتيرة الهجرة لأبناء هذه الأقلية العرقية التي تشير الإحصاءات إلى بقاء عشرات الأسر فقط من أصل آلاف الأشخاص الذين تركوا المنطقة بسبب سوء الخدمات والتعامل الانتقاء معهم نحذر من هجرة هذه السكان إلى المناطق المدينة وكذلك خارج العراق قد يكون هجرتهم نتيجة ضعف المستوى الاجتماعي والمعاشي وعدم اختلاطهم ووجود تمييز بينهم وبين المجتمع تميز الغجر بحبهم للحياة والرقص والغناء وإحياء أماسي السمر في مراحل متفاوتة من الأزمن الماضية دخل الغجر العراق وباتوا جزءا من تنوعه المجتمعي إلا أنهم تحولوا اليوم إلى أقلية عرقية تواجه تحديات البقاء وصراع الأفكار الدينية الممنهجة التي أثرت بشكل مباشر على حياتهم الاجتماعية ميثم الشباني الحرة الديوانية